استقبل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الاسخير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخلال الاستقبال اطلع جلالة الملك المعظم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها سموه للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الأسبوع الماضي وقدم سموه إجازا عن نتائج الزيارة التي أثمرت عن التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين الصديقين إلى جانب المباحثات التي أجرها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والتي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون نحو المزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عن تقديره واعتزازه بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود سموه البارزة في تطوير مسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك ودعم الشراكة التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودفعها إلى أفاق أكثر تقدما ونماءا وكذلك مع مختلف الدول الشقيقة والحليفة والصديقة وحرص سموه المستمر على ترسيخ المكانة المرموقة لمملكة البحرين وتنافسيتها ودورها الريادي على الساحتين الإقليمية والعالمية مثنيا جلالته أيده الله على النتائج الطيبة لزيارة سموه والتي تشكل انطلاقة هامة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يكرس الأمن والازدهار ويدعم مسارات التنمية في المنطقة والعالم وأكد جلالة الملك المعظم على النهج الحضاري لمملكة البحرين القائم على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة والعالم مشيرا جلالته أيده الله إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار تمثل فرصة أمام جميع الدول لبناء مستقبل أفضل للعالم أجمع من خلال دعم مسارات الاستقرار الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني